طبعا الموهبة ماركو أسنسو ماركو أسنسو يمكن حضراتكم اللي بيتابع قاد ريال مادريد للفوز على مايوكا بنتيجة طبعا 6-1 أسنسو سجل 3 أهداف حاتري في المباراة ده طبعا أسعد كل طبعا أسبانيا بشكل كبير جدا جدا ويمكن ماركو أسنسو يعني بالرقم دوت اللي حققه إنجاز كبير جدا إنجاز ليه لأنه هو الأسباني الوحيد يمكن من 2009 اللي حقق هاتريك مع ريال مادريد طبعا من عشر سنين يمكن صحيفة كمان ماركو الأسبانية الشهيرة قالت إن ماركو أسنسو بعد ما سجل 3 أهداف في شباك ريال مايوركا بات أول يعني أول لاعب أسباني يسجل هاتريك ليار مادريد في الدور الأسباني منذ تسجيل طبعا يعني راول جونزاليس هاتريك في مرمى إشبيليا سنة 2009 إنجازه طبعا بيسجل 3 أهداف أكتر من رائعة وبيدي أولوية واضح جدا أن ريال مادريد السنة دي حيكون ليه شأن كبير جدا في طبعا الشاملز ليج وكمان على مستوى الليجة الأسباني ترجمة نانسي قنقر